وجه رئيس مجلس الوزراء العراقية مصطفى القاظمي بتشكيل خلية أزمة لمراقبة حماية أبراج الكهرباء في العرق جاء ذلك خلال اجتماع أمني طارئ للقيادات الأمنية والاستخباراتية بشأن استهداف أبراج الطاقة الكهربية وشدد القاظمي على ضرورة أن تضع القيادات الأمنية والاستخباراتية خطة جديدة من أجل تأمين الانتخابات المبكرة بالإضافة إلى حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية والحد من تكرار استهدافها لما يشكله ذلك من تأثير كبير في تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية